بسم الله الرحمن الرحيم منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تبغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقنضع ظالما أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاة لا ألف اللينة لذي الحجاة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتا وسم إدغاما صغيرا يا فتا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحضر لدى واو وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي حكم لامئا ولام الفعل للامئا الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربعي وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن ذر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهر النلام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقل نا والتقا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إنسكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من الله الضواي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواوض شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من هليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصلي عد وجائز مد وقصر إنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد قولا أقسام المد لازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقلون فهذه أربعة تفصلون فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى المقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفض حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدى لدنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي تم بحمد الله